جدي عندك سفر حبيبي في عندك سفر للناس اللي كانوا زي ما قلنا ممكن يكون نفس الكرت اللي قلنا عنه الطاقة تبعتك طلعت انه انتظار بعدين الحصول على ممكن تكون عم تمتظر إلك فترة طويلة بسفر ولكن في هاي الفترة عم بتسافر عم بشوف الطاقات قبل ما أنسى عم بتكون هوائية ترابية بامتياز مائية أكثر شي عم بشوفك في شخص في شخص ممكن تكون طاقته مائية أو هوائية هذا الشخص رح يقدم لك عرض وانت تكون رح تكون في حيرة ما بينه وما بين أمر تاني هذا الشخص أنا شايفة انه أكتر عاطفي الموضوع مما هو ميهنية أو كذا هذا الشخص عن جد عم بقدم لك من قلبه وعن جد هو إنسان بيستحق انه ينعطى فرصة فمستغربة ليش أنت عم بتصد أو عم بتقارن أو عم بتحاول تختار هذا شخص بيمبين بالأوراق رجع يتكرر عندنا هون يعني مصر على طلبه مصر على خلينا نقول على ممكن يكون على فكرة كمان ترابي مصر على طلبه رح يصر كتير شايف العلاقة مستمرة مع هذا الشخص مع إنك رح يتفكر كتير لأنه يمكن شخص شوي الظاهر مش يبين زي الباط الظاهر مش زي الباطن ما بيعرف يعبر عن مشاعره يمكن أنت فهمته غلط هذا الشخص رح يرجع بأكتر من عرضه بأكتر من أكتر من مرة لما أحكي عن العطفة دائما يعني أحيانا ممكن يكون عكسية الموضوع القراءة عم بشوفك في العمل منهك وكأنك عم تنسى العاطفة بالعمل عم تحاول تشتغل كتير كتير لحتى إنه يعني يدوبك تقدر تغطي أمور لكن شايفي عندك بعدين رح تصير وفرة مالية في النصف الثاني وخاصة آخر الشهر رح يكون في وفرة مالية من بعد اللي هو يمكن تضطر أنه تاخد فلوس من حدا تضطر أنه يعني في بداية الشهر شوي نقص في المادة ولكن في نهاية الشهر عم بشوف العكس شوي عم تتبدل الأوضاع يا جدي عم بشوفك عم بتحط حدود عم تنهي علاقتك بمجتمع بأكمله يعني بأشخاص كتير عم تشمل الموضوع يعني مش بس شخص واحد عم تنهي علاقتك بأشخاص كتير ويعني خلص اللي هو ما في فرصة ثانية فعم بشوفك كتير صارم هاي الفترة بس اللي هي الصرامة اللي في محلها يعني الجدية والحكمة اللي فعلا يعني في محلها وفي وقتها وفي مكانها الصحيح من بعد ما صبرت على هدول الأشخاص في حياتك من بعد ما صبرت على الأزى منهم وخاصة في العمل أنا عم بشوف العمل أكتر شيء في عندك عيون عليك في شخص إما ممكن يكون ترابي زيك أو هوائي هذا الشخص كتير عم بيحاول إنه إما يشوه السمعة أو إنه يعمل لك شيء بس ما قادر ولا رح يقدر لأنه فيه انتصار عليه أنت عم بتهمش بطريقة فظيعة وهذا الإشي عم يحرق دمه أكتر وأكتر هذا شخص كمان ممكن يكون عاطفيا يعني عم بيحاول إنه يجاكر فيك أو كذا ولكن أنت عم بتهمش الموضوع عم بتقلل من شأنه ولكن أنت جواتك في مشاعر كبيرة وهو جواته في مشاعر كبيرة شايفة فيه ممكن تكون عندك فيه ألام إرهاق من كتر العمل من كتر الحركة من كتر التفكير ممكن شايفة شوية إرهاق عندك تعب يمكن تتعب بس ليوم واحد أو لفترة أصيرة كتير بعدين تسترجع قوتك وحيويتك زي ما بنعرفك الجدي نشيط جداً جداً ما شاء الله بطريقة حلوة لنا نشوف بشكل عام عن العطفة لنا نشوف بشكل عام بشكل عام عم بشوف علاقة ثلاثية مسيطرة بي ولكن عم تتهمش من الطرفين منك ومن الشريك شايفة فيه بعد عن العلاقة الثالثة ولكن رح تكون هي يعني بارزة أكتر إشي في النصف الآخر أو في النصف الثاني من أكتوبر بالنسبة للمتزوجين ممكن يكون فيه خلينا نقول مشكلة شوية عابرة شوية فيه شوية شك شوية غيرة ولكن هذا الموضوع شوي رح يتصعد يمكن من طرفك أو من الطرف الآخر ولكن بعدها رح تروء الأمور يعني مش هالمشكلة الكبيرة لكن أنا بتوقع المشكلة إلها علاقة فيه علاقة ثلاثية أنت فيه قرار معلقه أو الطرف الثاني معلقه ما شايفة الأمور عم تصفى مية بالمية بهذا الشهر يمكن الشهر اللي بعده إن شاء الله يكون أحسن بس شايفة شوي فيه أمور معلقة فيه انتظار فيه بالنسبة للعاطفة بالمستقبل ممكن يكون جدا فيه عائلة مع الشخص اللي بتحبه ولكن في هذا الشهر أنا عم بحكي عم بتكون فيه علاقة ثلاثية شوي عم بتخرب المواضيع والأمور مع إنك أنت في كامل قوتك عم بتحاول إنه توقف هذا الموضوع أو تنسحب منه ولكن في النهاية أنت بتحب الطرف الثاني والطرف الثاني عم بحبك عم بشوف فيه حب صافي بناتكم مع وجود أشخاص كتير حساد أو أشخاص عوائق ممكن تكون هاي في العلاقة ولكن الحب موجود هذا أهم شي يعني موجود بشكل فظيع عشان هيك فيه تعليق للأمور قلت نفس الشي العلاقة الثالثة رجعت بيانات إذن فيه أسفل برج الجدي يعني منه قراءة مش كتير إيجابية طلعت ولكن الحلو في الموضوع إنه مستقبلاً رح يكون فيه بوادر خير رح يكون فيه خير بالمادة على فكرة وبالعاطفة مع إنه ورق عاطفي فيه ممكن يكون أشخاص معجبين فيك ولكن أنت ما عم تعطي فرص هذا الشهر بشوفك عم تعطي فرص كتير أنت يا برج الجدي إما من مرة ما تعطي فرص أو عم تعطي فرص كتير فعم بشوفك عم تعطي ناس كتير أهمية وهم ما يعني ما جديين ما كتير عم بيكونوا جديين في الموضوع احذر بس من الأشخاص اللي جداد في حياتك أو اللي بدك تدخلهم يعني حتى لو كنت تعرفهم تدخل معهم في علاقة إذا كانوا هم هوائيين أو حتى ناريين شوي نحذر من هذا الموضوع في أدكشن نرجع بين عندي إدمان معين على شي معين عم بتحاول إنك تتركه ولكن يعني هذا الشهر كمان معلق هذا الموضوع هذا بشكل عام نرجع نعمل قراءات تفصيلية طبعا بس عم نعمل بشكل مختصر لحتى ما نطول عليكم خلينا نشوف في التحزير هاي الفترة لبرج الجدي شو عم بيكون أوه نفس الكرت اللي طلع مش عارفة لأي برج برضو توقيع على عقد في عندك عقد زواج إن شاء الله ما يكون طلاء يا رب لأنه شايفة في قلب حب في حب الموضوع في يعني هذا الموضوع خير مش شر فهو توقيع على أوراق إما تكون سفر أو زواج أو عمل ففي توقيع عقد بس بقولك احذر إنه ادرس الموضوع منيح قبل ما تاخد القرار كمان ممكن يكون عندك مساءلات قانونية شغلات لازم تسكرها أو شغلات طارئة قانونية ممكن تطلع لك فتكون حزر شوية برج الجدي شوف مسج من الحبيب أو كلمة ممكن تطلع لك فتكون حزر شوية برج الجديد